كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته حضور فعاليات نقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة في الرابع عشر من أيارة المقبل تصريحات ترامب جاءت خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال بنيام نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم أمس وقال ترامب إن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب لم يسبق أن كانت أفضل مما هي عليه الآن نتنياهو من جانبه أشاد بما وصفه بالقرار التاريخي في إشارة منه إلى قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها